اشتركوا في القناة توجسا من تعامل الحكومة الجديدة إزاء الملفات الخلافية بينهما وأهمها قضية المياه والنهر هلمند جنوبية أفغانستان وتتعدد الخلافات بين البلدين وتتصدرها قضايا ضبط الحدود وكذلك اللاجئين والقضايا الأمنية إلى جانب ملف المياه الأكثر تهديدا للعلاقات بين طهران وكابل ونقلت وسائل إعلام إيرانية وأفغانية عن عضو البرلمان الإيراني محمد سركزي تهديده أفغانستان إذا لم تفرج عن المياه من نهر هلمند في أفغانستان فسيتم طرد اللاجئين الأفغان من محافظة سستان وبلوشستان وأضف سركزي أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمل الخارجية الإيرانية باستكمال المطالبة بحصة إيران في مياه نهر هلمند وصدرت تعليمات للسفير الإيراني في كابل بتحذير الحكومة الأفغانية التي تتزعمها حركة طالبان من أنها إذا لم تفرج عن المياه فسيتم ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع إيران من المياه الأفغانية جاء ذلك خلال أول لقاء له بعد مباشرة عمله في السفارة الإيرانية في كابل وقال تجب إدارة المياه بطريقة لا تضيع حصة إيران على حد تعبيره حسب تلك الاتفاقية التاريخية التي وقعتها أفغانستان وإيران لحل مشكلة المياه في عهد الملك الراحل محمد ظاهر شاه عام 73 تمنحه أفغانستان لإيران 26 مترا مكعبا من المياه في الثانية الواحدة وعلى هذا الأساس يتدفق إلى إيران سنويا ثمانمائة وعشرون مليون متر مكعب من المياه من خلال نهر هلماند تقول إيران إنها خسرت العام الماضي أربعة ملايين متر مكعب من المياه في حين تراجع منسوب المياه في الأنهار الأفغانية بسبب الجفاف وقلة هطول الأمطار وفي حديث صحفي قال السفير الإيراني لدى أفغانستان قال إن اتفاق المياه بين أفغانستان وإيران موجود والجميع ملتزم به ولا خلافة بيننا وفقا للسفير أكد مسؤولنا في حكومة أفغانستان حق إيران في المياه الأفغانية وقال نؤيد تطبيق الاتفاق ولا نفكر في تعديله وما حدث العام الجاري أن كمية كبيرة من المياه هدرت بسبب بناء سد كمال خان في ولاية نيمروز إذن مشاهدين الكرام أزمة تتجدد بين الحين والآخر بين إيران وبين أفغانستان فيما يتعلق بموضوع المياه والحقيقة إيران لديها أيضا عامل قوة تفاوض به وربما تناور به وفي بعض الأحيان تهدد به وهو عامل وجود اللاجئين الأفغان في ولاية أو في إقليم بلوشستان وتهدد إيران بإعادة هؤلاء اللاجئين إلى أفغانستان إذا لم تصل حصة إيران إليها من المياه من نهر هلماند فما الحقيقة فيما يتعلق بهذه العلاقة بين إيران وبين أفغانستان في ملف المياه ترجمة نانسي قنقر